ردينا لكم في برنامجكم مساء الإمارات في فقرة أحب وطني واليوم معانا شخص أحب وطنه وحمل همه بين ضلوعه اختار الهندسة الكهربائية لتكون طريقة نحو آفاق رحبة من العلم والتميز والإنجاز شغل عددا كبيرا من المهام والمناصب منذ حصوله على الدكتورة من الولايات المتحدة الأمريكية متخصص في هندسة الاتصالات لعام 1988 لديه رؤية واضحة وهي تحقيق إنجاز مستدام والمحافظة على نمط حياة الرفاهية والإنتاجية بعد البترول للأجيال القادمة يسرنا أن يكون معانا الدكتور عيسى محمد عبد الرزاق البستكي رئيس جامعة الدبي يهلوا مرحبا دكتور ومنور معانا مساء الإمارات مرحبا أنت المنوري مرحبا دكتور دكتور طبعا نحن لنشرف أن يكون أحد المساهمين في دولة الإمارات في ارتقاء بالتعليم والارتقاء بكافة المجالات طبعا يكون موجود معانا في هذه الحلقة أنا تشارف أيضا الله سلام كرام طبعا في بداية المقدمة ام كارين تكلمت عن تحقيق إنجاز مستدام نعم 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 في الحقيقة طبعا مثل ما صاحب السمو الشيخ محمد الزايد على التويل بعمراء نعم 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 إذا كان الإنجاز مستمر ومستدام والتطور الاقتصادي مستدام بمعنى آخر نحن يجب أن نخوض في مجالات أخرى غير البترول من أجل استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في كل المجالات حتى نستطيع أن نواكب التغيرات العلمية إذا الإنجاز المستدام أو التطور المستدام لا يأتي إلا بالعمل الجد في كل مجالات الممكن أن نصدر إلى الخارج بمعنى آخر إنتاج المعرفة من عندنا من صلب الأرض اللي يعيشنا عليها طبعا هو أن عجلة العمل وآلية الرغاد التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يريده سيدي أن يتوقف فقط على القادم من البترول ولكن يصبح اقتصاد دولة الإمارات إمكانيات الإمارات تصدر للعالم حتى تبقى نفس الحياة الرغيدة ربنا دمنا في الأمارات والجيل القادم إن شاء الله طبعا دكتور من أيام الدراسة إلى أيام الجامعة وأنت من الأوائل تبارك الرحمن فنحن نعرف ماذا هو الرقم واحد في حياتك سر سر رقم واحد دائما تسعى للأولية أنا لم أكن أول كنت أول في الحقيقة طبعا هي بصمة كبيرة اللي كانت موجودة وأثرت عليه بعمق كبير المرحوم الوالد هذا كان له دور كبير جدا في مسيرة حياتي بالكامل هو كان دائما ينظر إلى أولاده أن يكون منجزين هذا سوى أننا من تسعة أخوان أخوات ستة مننا دكاترا واربع دكاترا في جمهة المعارات في الحقيقة طبعا الوالد الله رحمه كان عنده مبادئ معينة وغرسها فينا المبادئ هذه الصدق ثم الصدق ثم الصدق هذا كان أول مبدأ له لا تكذب أبدا المبدأ الثاني احترام الغير المبدأ الثالث عدم الحلفان بدون سبب لأن إنسان صادق لا يحتاج إلى لي أعرف ولا يتحدث بكلمة البذيئة وطبعا الانصر الخامس هذا اللي كان جزء من مسيرتي في الحياة التعليمية العلوم كان إنسان معاشق العلم كان قرأ كتب أينستاين نيوتن كان يكلمنا ونحن صغار عن نظريات النسبية ونظريات قانون القوانين لآيزيك نيوتن ساك نيوتن مع أن كل هذا نحن تربينا ونحن نتربي في أحضانه نعلم لكل هذا فكل الشخب كان موجود في العائلة كيف نستطيع أن نكون علماء صار في تغذية دماغ من منذ الصغر من شخص من شخص نعم وفي نفس الوقت كان دائما يريد الأول كل ما يسأل هذا ما قلت الأول الحمد لله ورق طيبة نعم كان هناك حواثز دائما ولكن هذا كان تقريبا وكانت ترك بصمة كبيرة جدا في حيات كل أخوان أخوات هذا أكد سيدي أن البيئة هي العامل الرئيسي المجتمع يبدأ من الأب والأم إذا لم يكن الأب والأم هم من يحرصون على هذا الابن حتى يصل إلى أعلى المراتب لن يصل أحد من عكاسب من الداخل إلى الخارج لدينا صور لتكريمات وأنت تستاهل الخير كلها سأرى مع بعض ويا رأيت خبرنا عن هذه الصور في الحقيقة طبعا أنا مرسى عني واحد قال لي أنت تخدم الوطن في تطوع وما تطلب أبداً مادة قالت أنا همي الوطن نعم فإن حصلت لجاز قلت لشوف هذا الوطن تقدير من أعلى كمة الهرم أعطاني التمييز فبالنسبة لي هذا شرف كبير أن الدولة تعترف بإنجازاته طبعاً وهذا إلا أنا حسيت أنه كان مفوسان في صدري أنه حصل من رئيس الدولة نعم ووجود نائب رئيس الدولة والباقي تستاهل من يدعون إلى الرقم واحد من يدعون إلى الارتقاء بشعب الإمارات حتى تبقى الإمارات في خريطة العالم بمركزها الأول هذه بعد سورة دكتور تخبرنا نعم هذا كان في مؤتمر الملتقى العالمي للتعليم مع وزارة التربية والتعليم وكنت أنا الرئيس المؤتمر فبالتالي كنت أنا ناقش عن الأوراق العمل وهذا أتحدث مع صاحب السمو شيخ محمد مراشد هذا طبعاً صورة كنت الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات ماشاء الله فكنت أشرح اللي صاحب السمو شيخ محمد عن ما هو دورنا في تحقيق الاستدامة للدولة عن طريق صندوق الاتصالات ماشاء الله هذا طبعاً مع كلينتون هذا كان زيارة لكلينتون في جامعة أمريكية بيت بي وكان لي اللقاء معه وناقشنا بعض الأشياء البسيطة جميل تستاهل كيف وماشاء الله لك يا دكتور ماشاء الله تبارك رحمان في ظل الإنجازات الرائية هذه تبارك رحمان ليش اختيار مجال الهندس الكهربائية هاي في الحقيقة يعني قصة طريفة ولا أي شيء بس في النهاية أنا كتف الرامة المتوسط أعتقد في السنة 72 يعني توها الدولة صباحة الدولة من 71 للصيف 72 والعمتي معروفة الدكتور هادي ميري وكان يدس بره جاني قال في مجال جديد حديث وهذا يعتبر مستقبل العالم نعم كنت شو المجال كهندسة الكترونية بس دخل مزاجي أول مقال لي هذا قد مفرود من أنا هين أبدأك أن أكون أول لنما قلص تانوية لكي أستطيع حصل بعثة إلى ولاات المتحدة لأدرس هندسة الكترونية دمير وهذا ما حصل هذا يبدأ لها قدرات خاصة غير القدرات العادية نعم لأن في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيميا فالحمد الله كنت متفوق في اللغة العربية وفي التربية الإسلامية بس في المجال هذا خصوصا يعني كنت بفوق جدا لدرجة الرياضيات ومحل مسألة يمكن أقدر أحصل عشرين طريقة في حل المسألة فكان هذا موجود فبالتالي سهلت علي الأمور هذه التخصص العلوم ففانت سهل علي أن أقدر أتقل في مجال الهندسة وأتفوق في هذا المجال في بداية كانت الحديث الرد على السؤال كان أن أنت يعني وجدت أنه سيكون لها مستقبل عالمي عادة ما نجد أنفسنا في الصغار نطمح أريد أنه كنا طيارا دكتور ضابط لعب كرة أو غير وغير صحيح لكن التربية التي حصلت عليها من المرحم الوالد رحمة الله عليه أنشأتك النشأة التي ترتقي بك فعلا إلى أن تقدم شيء كبير للوطن سأعود قليلا إلى أيام الطفولة ونرى بعض الصور ونتحدث عنها إذا أمكن نعم شوعدنا هذا في بيتنا القديم في حي الاسم القديم بالسكية حينا في هيدي هذا داخل البيت ووراي دكتور منصول عور رئيس جامعات حمدان تبارك الرحمن طبعا هذا البيت أبناي في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بيت قديم جدا وهو دم بني مكانه هذا طبعا في المدرسة كرة الطائرة معي عبدالله الشيباني الآن هو أمين عامل العقل السليم ومعي أقبال خوري معي عبدالله خوري ومعي عبدالله كل هذه الأسماع كل هذه الأسماع تبارك الرحمن اليوم صارت في المناصب نفتخر فيهم تبارك الرحمن هذه طيارة هذه قصة من أحلى القصص أتكلم عنها هذه طيارة وحدة في دفعتنا سنة 1976 كانت أكبر دفعة تسافري في طيارة وحدة كلنا 35 وحدة في الطيارة ماشاء الله معي هشام شيراوي معي كمال مصحبي فريد معي أفواد وكان وياي دكتور عبدالله الشامسي المدير جمال البريطانية كان معانا محمد العبار كان معانا دكتور خالد خزرجي مجموعة من الشباب نخبة الإمارات ماشاء الله 35 وحدة في طيارة وحدة ماشاء الله وانا كنت بسول عنهم لان كنت تعرف انجليزين فروحنا مجيطانيا بإننا نسلنا مريكا وفعلا يعني واحد ما ينسى التذرور هذه صورة التعكس التعكس الحقيقي يعني ما فيها تكلف ما فيها أي شيء نعم هذا في الثانوية العامة قسم أدمي وقسم أننا ندخلها العلمي بس كانوا معانا شيخ حمد سعيد المكتوب موجود ماشاء الله شيخ عيسى المانع دكتور عيسى المانع وخالد من شلبان المرحومة واجي الشريعي محمد محمود ومترك ناصر وخميس محمد سعيد المزروع الذي قمت بها معنا دكتور نعم هذا اللابس قحفية نعم هذا اللازعان علي حطينا وشيخ خالد بن أحمد الثاني ونعم طبعا موجود ومجموعة من بدر وغيرهم دكتور عيسى أنا صراحة من من الفتات حديثة مما يدور الآن وجدت أن المجموعة أنتم كنتم مع بعض فيها كانت في فترة الاتحاد كنتم أبناء الاتحاد في تلك الفترة كان عليكم مسؤولية كبيرة أنكم مطالبون بالنسبة لأعماركم أنكم تعودون للوطن بالإنجازات التي في الخارج والتي تنفذونها في الدولة هل هذه كانت حقيقة الواقعة في تلك الفترة طبعا لأن فعلا كانت هناك خطة مرسومة من قبل الدولة أن رسال الطلبة إلى خارج الدولة حتى يساهموا في تنمية الدولة والتنمية الوطن والتنمية المجتمع في الصفة عامة فهذا كانت في أساسي ونا كنا عارفين هذا الشيء عارفين الهدف منه نرجع ونخدم الوطن وطبعا الوطن مأطاء طبعا اللي أعطانا الوطن مهما نرد للوطن قطرا من المحيط معنا هذا مهما أعطينا بيكون شوية وفعلا كان هذا إحساسنا أنا أول مدخل تمريكا من أول كان هدفي دكتوراه يعني ما كان هدفيه باكينص فقط ولمانجستير دكتوراه أساس أعلى لأن أحب أعلم الناس فقد أحب أنشئ أجيال داخل الدولة بإيث هذه أجيال تفيد الوطن وتقدم في تنمية الوطن يعني نقدر نقول دكتور عيسى هذا هو الوطن بالنسبة لك في عيونك هذا هو الوطن طبعاً لو تشوفين في عيوني تشوفين على الإمارات الله تشوفين خارطة الإمارات الله وفعلاً أن الوطن انتماء صحيح يعني تحس أن بدون انتماء لشيء معين بدون إنسان يكون ضائع صحيح الوطن هوية ويقولون لو ما عرفوا المنطقة الجغرافية ما بيعرفوا أنتم من وين طبعاً الهوية دولة الإمارات نعم بعدين الولاء المحبة فلازم في حب الوطن والولاء يأتي من المحبة من مرتبطين في بعض من كل مرتبطين في بعض وبعدين معنا كل هالحاسيس الموجودة في الإنسان بتكون يعني حاسيس فقط من أجل العمل للوطن من أجل استدامة التطور الموجود معنا هذا الولاء والانتماء والحب والإخلاص في العمل وتأكد أن العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق هدف وهذا الهدف محبوب جزء من هدف الوطن هدفي لو ما كان هدف مرسوم من أجل تحقيق الهدف القصوى إذن مفروض أنا لا أشترك لن أعمل على مجال الهدف طبعا دكتور عيسى مثل ما قلت أنت المشاعر هذه لم تتحقق بالعمل لا فائدة من وجود هذه المشاعر نشكر على هذه المشاعر وعلى وطنيتك جدا ونتمنى أن شبابنا اللي يشوفونك عبر الشاشة الآن أنهم يحذون حذوك ويكونون لديهم العطاء ولديهم الحب وترجمت هذه المشاعر لعطاء دولة الإمارات مثل ما دولة الإمارات عطتهم والدول لا تحتاج ضعطي حتى تأخذ شكرا لك جزيلا دكتور عيسى شكرا لك شكرا لوجودك معنا مرة ثانية دكتور عيسى